طلبة وطلبات صف الاول السنوي اهلا بكم في قناتي انجلش وز مستر اهاب فاتحي النهاردة حبدأ الوحدة الاولى يونت 1 الوحدة الاولى فيها زمنين زمن الماضي البسيط وزمن الماضي المستمر النهاردة هناخد الماضي البسيط علشان اشرح كل حاجة بالتفصيل زمن الماضي المستمر هيبقى في الجزء الثاني من يونت 1 وفي جزء ثالث هيبقى فيه اهم الكلمات اللي فيه اليونت في اخر اليونت النهاردة كمان هتلاقي جزء لراغبي التفوق انا عايزك تتبعي لغاية الاخر اتمنى ان شاء الله انه كلكم تكونوا من راغبي التفوق طيب بعد ما تذاكر وتفهم البرس هتحل ازاي ممكن تحل من اي كتاب وتحت الفيديو هتلاقي رابط فيه ملف فيه تمارين وفي اخرها فيه اجابات التمارين دية علشان تختبر نفسك يلا نبدأ The Past Simple Tense او زمن الماضي البسيط كل زمن هنعرف عنه 3 حاجات تكوين الزمن استخدام الزمن ده والكلمات الدل عليه اولا تكوين زمن الماضي البسيط الماضي البسيط عبارة عن التصريف التاني للفعل كل فعل بيكون له 3 تصريفات المصدر والتصريف التاني والتصريف التالت زي فعل C تصريفه التاني هو So تصريفه التالت scene التصريف التاني ده بقى هو زمن الماضي البسيط يبقى So فعل في الماضي البسيط Drink Drink Drunk يبقى فعل Drink هو ده الماضي البسيط لانه التصريف التاني طيب التصريفات ده عبارة عن ايه القاعدة العامة ان الفعل بنضيف لاخره E دي في التصريفين التاني والتالت زي الافعال دي Need Needed Needed Work Worked Worked Want Wanted Wanted لكن في قاعدة فرعية بتقول ان لو الفعل بينتهي اصلا مصدره بحرف ال-E بنضيف للفعل ده حرف ال-D بس في التصريفين التاني والتالت زي فعل Use اضفنا حرف ال-D بس بقى Used Used Move Move Change Changed Changed وفي قاعدة فرعية تانية بتقول ان لو الفعل بينتهي بحرف ال-Y وحرف ال-Y ده كان مسبوك بحرف ساكن ايه هي الحروف الساكنة هي كل حروف اللغة الانجليزية معدى خمس حروف اسمها حروف متحركة معدى ال-A وال-E وال-O وال-I وال-U بقيت الحروف اسمها حروف ساكنة لو ال-Y مسبوك بأي حرف ساكن بنقلب حرف ال-Y الى I-E-D في التصريفين التاني والتالت زي Try ادي ال-Y قبله حرف ال-R وهو حرف ساكن يبقى الماضي Tried التصريف التالت برضو Tried Study Studed Studed Denied 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 لكن برضو فيه كتير بقى من الافعال غير منتظمة زي الافعال دي Meet 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 Buy Boat Boat Cut 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 علشان تحفظ تصريفات الافعال اللي ملهاش قاعدة دي وبطريقة سهلة اتفرج على الفيديو اللي عنوانه Meet فعل لا غنى عنهم نيجي التاني حاجة حنعرفها عن الماضي البسيط استخدام الماضي البسيط أولا الماضي البسيط ده بيعبر عن أو وظفته بيدل على إيه بيدل على حدث بدأ وانتهى في الماضي زي المثال ده كده I watched a nice film yesterday يعني أنا شاهدت فيلم جميل مبارح حدث بدأ وانتهى في الماضي He traveled to Japan last year يعني هو سافر إلى اليابان العام الماضي برضو traveled حدث بدأ وانتهى في الماضي استخدام تاني للماضي البسيط لما بنعبر عن أحداث متتالية وقعت في الماضي خاصة لو الأحداث دي ربطنا بينهم بكلمة and اللي معناها و أو كلمة so اللي معناها لذلك وخد بالك دي من التركات برضو اللي بتيجي في الأسئلة وهقولك ازاي يعني لما تشوف and قبلها فعل ماضي بسيط تختار بعدها برضو فعل ماضي بسيط ولما تشوف كلمة so بمعنى لذلك قبلها ماضي بسيط برضو تختار بعدها ماضي بسيط تعال نشوف المثال ده She opened her book and started to read and هي قبلها opened ماضي بسيط عشان كده بعدها برضو ماضي بسيط معنى الجملة انها فتحت كتابها وبدأت تقرأ مثال تاني I was tired last night so I slept early ادي so معناها لذلك قبلها ووز ماضي بسيط يبقى بعدها ماضي بسيط برضو اللي هو slept يجي لك ازاي السؤال جملة زي دي He knocked on the door knocked دي معناها طرق او خبط على الباب عندك بقى went هو الفعل اسمه go in يعني يدخل فاحنا عايزين نقول انه خبط على الباب ودخل went ولا has gone ولا had gone ولا goes ادي and هي ابص قبلها في زمن ايه ماضي بسيط يبقى بعدها برضو ماضي بسيط فتختار ايه التصريف التاني للفعل مثال تاني I was very hot so I spaced the window يعني انا كنت حرن جدا لذلك عايز اقول ان انا فتحت الشباك عندك open can open will open opened ابص قبل سو الاقي ووز ماضي بسيط يبقى اختار برضو بعدها ماضي بسيط تبقى الاجابة opened رقم 3 او 3 حاجة هنعرفها الكلمات الدل على الماضي البسيط الكلمات اللي لما بنشوفها في الجملة بنختار فعل في زمن الماضي البسيط فيه كلمات معروفة ومشهورة وعاوزك تاخد بالك من الكلمات اللي قد تبدو غريبة او جديدة بالنسبالك يستردي امس لاست كذا يعني كذا الماضي زي لاست ويك مثلا يبقى الاسبوع الماضي النقط قبل اجو اما اقول مثلا تو دايز اجو يعني منذ يومين ان زائد سنة في الماضي في سنة كذا يعني مثلا ان تو ثاوزن بينتين يعني في سنة الفين وتسعة عشر وين ايوز يجي وراء صفة مثلا زي وين ايوز يونج وحنشوفها دي دلوقتي the other day تاخد بالك من الكلمات اللي مش مشهورة the other day معناها من كم يوم كده منذ عدة ايام at the age of كذا يعني في عمر كذا during زائد اس معناها اثناء كذا زي مثلا during the party اثناء الحفلة او during the journey اثناء الرحلة once او once upon a time اللي اتنين بمعنى زاتة مرة لما بنيجي نحكي قصة كده ونقول في يوم من الايام او زاتة مرة in the past في الماضي in the ancient times في العصور القديمة how long ago بنبدأ السؤال بhow long ago يعني منذ متى former لكلمة سابقا او في فترة سابقة تاخد بالك برضو بتبقى من التركات كده بتتحط في الجملة والطالب لازم يعرف ان الجملة دي ماضي بسيط as a child يعني لما كنت طفل او as a boy لما كنت ولد تعال كده نشوف امثلة الاسئلة بتيجي ازاي I space a bunch of flowers yesterday bunch دي معناها باقة باقة من الزهور صحبة ورد عندك بقى هتختار who's receiving فعلا receive بمعنى يتلقى او يستلم had received received ريسيف انا عندي كلمة دل على الماضي البسيط او كلمة يستردي يبقى التصريف التاني للفعل فين received جملة تانية we space to this city five years ago هنختار من فعل ينتقل الى مكان جديد اللي هو فعل move عندي moved have moved had moved where moving طب فين الكلمة تدل على الزمن كلمة ago يبقى ماضي بسيط فين الماضي البسيط التصريف التاني للفعل يبقى moved مظبوط بعد كده عندك this museum museum اللي هو المتحف يعني space formerly a castle a castle يعني قلعة يعني هذا المتحف كان سابقا قلعة تاخد بالك بقى ودي زي ما قلت لك كده في بعض التركات كلمة formerly يبقى ماضي بسيط عندك is ولا was ولا has been ولا will be عايزين التصريف التاني يبقى طبعا was we space on the phone the other day the other day الكلمات دي لازم تتذكر the other day معناها منذ عدة ايام وتفتكر كويس قوي اه بتدل على الماضي البسيط فانا عندي فعل يتحدث بس متصرف في ازمانة مختلفة will speak or speaking speak spoke فانا عايز اقول احنا تحدثنا او تكلمنا في التليفون من كم يوم on the other day ماضي بسيط التصريف التاني فين spoke طيب احنا شفنا من الكلمات الدل على الماضي البسيط when i was وقلتلك هنتكلم عليها بعد شوية اللي بييجي بعد when i was ييجي بعدها صفة زي مثلا when i was young عندما كنت صغير او when i was ill عندما كنت مريض when i was absent عندما كنت غائب دي صفات كمان ييجي بعد when i was now او اسم زي when i was a student بقولك لما انا كنت طالب when i was aboy عندما كنت ولد كمان ييجي بعد when i was رقم بيدل على السن يعني when i was ten معناها لما كان عندي عشر سنين when i was sixteen لما كان عندي ستة عشر سنة كمان بعد when i was ييجي حرف جر when i was on holiday عندما كنت في اجازة when i was in Alex عندما كنت في الاسكندرية طيب برضو من التركات بقى اللي تاخد بالك منها كويس جدا شايف الكلمات طبعا دي تعرفها usually عادة often غالبا never ابدا always دائما sometimes احيانا every day every morning every week الى اخري كل الكلمات دي انت درستها في زمن اسمه المضارع البسيط اخدت الكلام ده في ابتدائي وفي اعدادي عارف ان هذي الكلمات تدل على المضارع البسيط ما تتخدعش بقى هذي الكلمات برضو بتأتي في الماضي البسيط بس بشرط وجود كلمة تانية دل على الماضي البسيط زي yesterday او زي when i was young او زي in the past الى اخري تعال نشوف مساعد i usually space to school on foot when i was young لما تلاقي عندك في جملة واحدة كلمتين كل واحدة منهم كانت بتدل على زمن يعني يوجوالي انت متعود انها بتدل على المضارع البسيط when i was young تدل على الماضي البسيط ساعتها كلمة يوجوالي تبقى ماضي بسيط برضو انا عادة انا عايز اختار ما بين ايه او ايه ما بين go او wind انا عادة كنت بروح المدرسة on foot يعني سايرا على الاقدام عندما كنت صغير خلاص يبقى ماضي على طول when i was young دي اقوى على طول من usually تبقى الاجابة وانت الجملة التانية i often space in the sea every day when i was in alex برضو every day صحيح بتدل على المضارع البسيط بس دي لو لوحدها ومفيش معاها عبارة زي when i was young او اي كلمة دا اللي على الماضي عايزين نختار ما بين ايه وايه swim ولا سوام عايز اقول كنت بعوم في البحر كل يوم لما كنت في اسكندرية فين الماضي البسيط فين التصريف التاني swim نتكلم عن النفي بقى الماضي البسيط المنفي الفعل في زمن الماضي البسيط بتنفي بالشكل دا بنبدأ بالفعل بنحط did not دا اسمه فعلي مساعد زائد الفعل في المصدر خد بالك بقى المصدر did not بتختصر الى didn't يعني did not او didn't زائد المصدر مش التصريف التاني بقى خلاص رغم انك هتلاقي كلمات دا اللي على الماضي البسيط زي يستر دي الاخيرة لكن didn't يجو راها المصدر وليس التصريف التاني مثلا I didn't travel ادي المصدر مقلناش traveled to Alex last summer طبعا هنا كلمة last ممكن حد يطلق بطير وقللك traveled لأ وجود didn't يبقى لازم المصدر ماينفعش نقول ادي معناها ان هي لم ترى اصدقائها بالامس نفي الماضي البسيط زائد المصدر طيب تعالى بقى لحاجة بتلغبط كتير جدا كتير من الطلبة وتركاية مهمة جدا جدا الطلبة تقول لكم ها مستر ها قول لك ان برضو بينفو في الماضي البسيط بيستخدامو للنفي في الماضي البسيط هتقول لي انت هتلغبطنا ليه بقى اقول لك لا مش هلغبطك بس نشوف المثال ده الاول وحتعرف استخدامهم ايه تمام تمام انا حاطب تحتها خطة هو تمام يعني ايه يعني قادر على هتختار ولا تختار تمام احنا مناش داعوا دلوقتي بهادنت وهادنت دول لهم ازمينة حربقى ناخدهم قدام تمام اي ديدنت ولا اي وزنت هقول لك ان ديدنت بيجي وراها فعل في المصدر طب هل ايه بول تو ده فعل لا ده اصلا مش فعل دي صفة بمعنى قادر على هنا بقى وزنت هي اللي هتستخدم اي وزنت ايه بول تو فيزت يو يستردي تعالى نكمل ايه بقى فرب تو بي نعرف حكاية فرب تو بي ده من الاول نعرف قصته فرب تو بي ده فعل كده يعني ماشي لوحده فعل خالف تعرف هو فعل شاز او غير منتظم على اي قاعدة فرب تو بي مصدره بي هو الفعل الوحيد اللي له في التصريف التالي كلمتين الفعل الوحيد يعني ووز او وير التصريف التالت بتاعه بين طيب امت ووز وامت وير حسب الفاعل كالاتي لو الفاعل اي او هي او شي او ات دول بياخد ووز بمعنى كانة ما هو ده اسمه فعل يكون اصلا وي او يو او دي دول بياخد وير تمام طيب نرجع تاني قلنا فاعل ديدنت والفاعل في المصدر ما عادة فرب تو بي بنقول ان ديدنت بتنفي اي فاعل في المصدر ما عادة فرب تو بي ما احنا قلنا بقى ده فاعل على رسو ريشة ده فاعل ده مش ماشي زي بقية الافعال ما ينفعش ابدا عايز اقول انا ما كنتش او لم اكن ما ينفعش اقول لك اي ديدنت بي مفيش حال يسمعها كده الفاعل ده بينفي نفسه بنفسه فبنستخدم ووزنت او وير انت بس برضو هترجع تقول لي استخدمهم امت بقى ووزنت او وير انت بدلا من ديدنت الاول بس نشوف المثال ده اي ديدنت جو تو سكول ياسر دي لان جو فاعل وقلت لك ووزنت وير انت ما يجيش وراهم فاعل في المصدر هنبقى نعرفهم بعد كده بيجو وراهم افعال بس مش فاعل في المصدر يبقى مفيش حاجة اسمها اي وزنت جو ده غلط لكن اي ديدنت جو هو اللي صح برضو عايزين نعرف ووزنت وير انت بيجو وراهم ايه اقول لك بقى يا سي دهو بيجو وراهم صفة او اسم او حرف جر يعني ايه صفة مثلا زي كلمة بيزي اقول لك اي وزنت بيزي بيزي يعني مشغول انا ما كنتش مشغول كلمة هت اللي هو بمعنى حار اقول لك مثلا ده وذر وزنت هت الطقس ما كانش حر صفة زي تايرد متعب اقول لك مثلا هي وزنت تايرد هو ما كانش متعب ادي ثلاث صفات او وزنت وير انت بيجو وراهم صفة او اسم زي مهنة او زي جنسية او زي الناون يعني وزنت ادكتور ما كانش دكتور وزنت ابرد ما كانش طائر وزنت اكار ما كانش عربية وهكذا كمان وزنت او ويرنت يجي بعدهم حرف جر زي ان بمعنى في ان بمعنى في او على ات بمعنى في from بمعنى من with بمعنى مع اقول لك مثلا they weren't in the club خد بالك weren't in the club ما ينفعش didn't لانه قلنا didn't عايز وراها فاعل في المصدر تعالى بقى اقول لك ليه النقطة دي مهمة جدا جدا خد بالك من التركاية الكبيرة دي قلنا didn't بيجو وراها فاعل في المصدر wasn't awarent وراها صفة بص كده مثلا لما اقول I didn't sleep كلام زي الفل لان didn't sleep ده فاعل لكن اقول I wasn't asleep asleep دي صفة ومعناها نائم طبعا كده اللي تنصح انا ما نمتش انا ما كنتش نائم I didn't know معناها انا ما كنتش هعرف لكن لو شفت aware of ودي صفة بمعنى على علم بي استخدم I wasn't aware of انا ما كنتش على علم بي دي بتساوي دي بس اخد بالك امتى didn't وامتى wasn't I didn't need يعني انا ما كنتش محتاج لكن I wasn't in need of قلنا حرف الجر يبقى wasn't على طول وإن need of معناها في حاجة الى كذا دي بتساوي دي بس انت شايف الفرق didn't get tired لما قولك انا ما تعبتش الفعل يتعب اسمه get tired انما tired الوحدها صفة بمعنى تعبان او متعب تبقى I wasn't tired فتعرف امتى تستخدم didn't او تختارها وامتى تستخدم wasn't او تختارها عندك مثال اخر I didn't manage to يعني ايه manage to ده فعل معناه يتمكن من او ينجح فيه able to صفة بمعنى قادر على طالما صفة I wasn't able to ودي بيتساوي دي تعالى نشوف المثالين دول عشان تعرف اهمية الكلام ده ده fracture fracture يعني الكسر الكسر بقى في العظام الكسر في جمجمة في اي حتة يعني space appear يعني يظهر on the x-ray الكسر احنا عايزين نقول ما يظهرش في اشعة اكس نشوف اختيارات بقى wasn't ولا didn't نبص بعد النقط هو قبير ده فعل ولا صفة خد بالك بقى من اهمية حفظ الافعال لا قبير ده فعل يبقى قول I didn't sorry the fracture didn't appear on the x-ray الكسر لم يظهر في اشعة اكس شوف المثال التاني نفس المعنى بس غيرت حاجة بسيطة شلت appear وحطت visible the fracture space visible معناها مرئي on the x-ray wasn't ولا didn't حتقول لي بقى visible الطالب الشاطر بقى يقول لك visible صفة يبقى اختار ايه wasn't ويبقى معنا الجملة ان الكسر مكانش ظاهر في الاشعة السينية او اشعة اكس طيب بعد ما خلصنا النفي نخش بقى على السؤال ازاي نعمل سؤال في زمن الماضي البسيط ترتيب السؤال في حالة السؤال عن فعل عشان الكلام ده مهم جدا انت ممكن تسأل عن فعل وممكن تسأل عن حاجة تانية زي صفة انا حسأل عن فعل مثلا زي زهبة اكل صافرة لعبة افعال يبقى الترتيب كالقاتي كلمة الاستفهام why where when الى اخيرة ثم did تاني كلمة فعل مساعد ثم الفاعل ثم فاعل في المصدر زي ما عملنا في النفي طالما في دد وهناك كان في النفي في ددنت يبقى الفعل في المصدر مش التصريف التاني بقيت السؤال بقى اذا وجد مكان او زمان ثم علامة الاستفهام مثلا where did you go yesterday اين انت ذهبت بالامس خد بالك go وليس went عشان هنا الفعل المساعد did why did he leave early لماذا هو غادر مبكرا how did they travel to Alex كيف سافروا الى الاسكندرية لاحظ الافعال في المصدر عشان الفاعل المساعد did طيب خد بالك بقى كل كلمات الاستفهام بي مش معاك الكلام ده ما عادة كلمة الاستفهام هو للسؤال عن فاعل عاقل مين عمل كذا ما بنحطش فاعل مساعد ما بنحطش did والترتيب اللي فات ده بنحط الفاعل في التصريف التاني على طول فانا لو عايز اقول مثلا مين اكلة يبقى هو ايت مين زهب يبقى هو انت وهكذا كالاتي كده الامثلة الاتي خد بالك بقى مفيش ولا فاعل مساعد وطبعا مفيش فاعل عشان انا بسأل عن الفاعل مين كسر الفاعل مبارح مين اتصل بيك الليلة الماضية مين غايبين من المدرسة طبعا وير بسأل مجموعة لو دي كانت وز كنت بسأل واحد بس طيب ترتيب السؤال بكلمة هل هو فيه اداة استفهام في الانجليزي معناها هل لا كلمة هل بنحط في اول السؤال فاعل مساعد ففي الماضي البسيط بنحط بمعنى هل ثم الفاعل برضو ثم المصدر وبقية السؤال وعلمة الاستفهام يعني هل انت قابلتم بارح يعني هل ارسلت لك ايميل هل الدنيا او السماء امطرت بغزارة يعني بغزارة الليلة الماضية طيب احنا قلنا الاسئلة اللي فاتت دي كانت اسئلة عن افعال تعال بقى نشوف ترتيب السؤال في حالة السؤال عن صفة تمام في حالة السؤال عن اسم في حالة السؤال عن حرف جر يعني مش بسأل عن فعل دايما وز وير هم اللي بيجوا لما بسأل عن الحاجات دي حسأل عن صفة او اسم او حرف مفيش وبقية السؤال تعال نشوف مثال يعني ليه كانت مد دي ليه كانت منزعجة او غاضبة بالامس حفظ الكلمات يا جماعة وحفظ تصريفات الافعال ما هو لو انا مش عارف هنا فعل ولا صفة انا مش عارف اختار وز ولا دد لكن هنا وز لان صفة يعني امت كان هو في المكتب متى كان في المكتب ليه وز مش دد لان ما فيش فعل ببساطة دد عايزة فعل في المصدر لكن وز او عايزة صفة او اسم او حرف جر زي حرف الجر ان طيب ترتيب السؤال برضو بكلمة هل لما نسأل عن صفة او اسم او حرف جر قلنا مفيش كلمة استفهام بمعنى هل في حالة السؤال عن الفعل كنا بنبدأ بدد لكن في حالة السؤال عن صفة او اسم او حرف جر حنبدأ بوز او وير بمعنى هل كان او هل كان او هل كنت وهكذا زي وير يو ايل ايل صفة معنى مريض يبقى هل كنت انت مريض الاسبوع اللي فات وز يور جران فادر افارمر هل جدك كان مزارع وش ان دا كلاب يستردي هل هي كانت في النادي ما بسألش عن افعال بص مفيش فعل مفيش فعل صفة اسم حرف جر طيب وز وير ليهم برضو استخدام تاني فين الصفة والاسم وحرف جر مفيش ممكن يكون سؤال كالاتي مفيش حاجة بعدها طبعا مفيش فعل وير ماينفعش معها فعل في المصدر ولا في اسم ولا صفة ولا اي حاجة انا بقول له اين كنت بالامس يعني كم كانت التذكرة كم كان سعر التذكرة بص مفيش وراها حاجة تعالوا نشوف بقى قاعدة القاعدة بتقول فاعل زائد يوز تو زائد مصدر الفاعل مش التصريف التاني للفاعل معنى يوز تو ان الشخص اعتاد انه يعمل حاجة في الماضي وما بقاش يعمل ها دلوقتي مثلا يعني اعتدت ان انا اعيش او اسكن في طنطة لما كنت طفل يعني هي اعتادت انها تلعب منذ مدة طويلة طيب الفاعل في التصريف التاني هل بيساوي يوز تو اه طبعا بس يساوي يوز تو زائد المصدر يعني انا كنت بعم كتير عندما كنت صغير بتساوي انا اعتدت ان اسبح كثيرا عندما كنت صغير يعني هو كان ساكن في قرية منذ مدة طويلة بتساوي هو عتاد ان يعيش في قرية منذ مدة طويلة بس خد بالك يوز تو ما ينفعش تيجي مع ظرف زمان قريب زي مبارح يستردي او لاست ويك وكده يوز تو بتستخدم مع الحاجات اللي في الماضي البعيد مثلا هنختار بقى الاتنين كجرامر صح وفي كلمة دل عليها يستردي ويست جو برضو بتدل عليها يستردي لكن ما ينفعش اقول ان انا اعتدت ان اذهب الى السينما بالامس لا طبعا اي وينت هتبقى هي الاجابة اما اعتدت ان افعل ذلك معناها ان اعتدت ان انا اعمل ده بشكل متكرر اخد مني مرات يعني كان هناك في الماضي كان فيه كذا في الماضي بتساوي في حالة المفرد او لو جي وراها جمع مثلا يعني منذ سنوات كان هناك سينما في هذه المنطقة خلاص مش هنترجمها اعتد ان عندما كنت صغير كان هناك صنضيق بريد في الشوارع طيب خد بالك ان ادي انا لسه ايلها بيجي قبلها كلمة ذان وبيجي في الجملة في الاول صفة مقارنة يعني ايه صفة مقارنة مثلا اكثر بمعنى مور او اقل بمعنى لس او فيور اعلى هاير وهكذا يعني اكثر او اقل الاخير مما كان عليه الحال في الماضي نشوف مثال ادي مور صفة مقارنة يعني يوجد او توجد الكثير من السيارات على الطرق الان اكثر مما كان عليه الحال في الماضي ناو ناو there are fewer cases of coronavirus than there used to be يعني الان توجد حالات اقل لفيروس كورونا عما كان عليه الحال في السابق طيب ناخد بقى من النص الاولان هو use to ادي فاعل use to المصدر النص التاني مش هنتكلم عن الماضي زي ده لا ناو هتكلم عن الحاضر يعني انا كنت متعود اعمل حاجة زمان ولكن الان انا لا افعلها ناو بقى خلينا نختار ده مدارع ولايس ماضي don't او doesn't حسب تعال نشوف مثال عشان نفهم اكتر انا اعتدت ان انا اصطاد سمك خلاص ادي حاجة في الماضي اذا كده مش هتكلم عن الماضي ما ينفعش اقول لأ يعني هو اعتد ان يدخن ادي حاجة في الماضي ولكن لا يفعل ذلك الان المثال يجي لك بالشكل ده كده يعني احنا كان عندنا سيارة but now we don't use ولا we haven't ولا we aren't using ولا we don't قلنا but now قبلها use to المصدر بعدها بعد الفاعل بنختار don't او doesn't طيب يجي لنفي used to بننفي used to didn't used to وخد بالك كويس جدا من الترك دي علشان مفيش هنا حرف دي احيانا الطالب ما بياخدش باله ان قبل النقط كان في كلمة didn't ويندفع كده ويختار used to لأ didn't used to معناها ما كانش متعود زمان انه يعمل كذا لم يكن معتد فاعل مفيش مفيش زائد المصدر يعني انا ما كنتش معتاد ان انا اركب دراجة عندما كنت طفل يعني هو ما كانش معتاد انه يرتدي نظارة منذ سنوات قليلة طيب زي ما قلنا بالنسبة الاسبات كان هنا في used to وكان هنا في نفي don't وdoesn't المرة دي بقى طالما didn't use to يبقى في الاخر في do او does النص الاولاني السلاسي دول كده بيتكلموا عن الماضي انا ما كنتش متعود اعمل حاجة زمان بطناو ولكن الان انا بفعلها طبعا i وي بياخدوا do he she it بتاخد does i didn't use to eat healthy food هنا بتكلم عن الماضي انا ما كنتش معتاد ان انا اأكل طعم صحي but now i do النص الاولاني منفي يبقى النص التاني مسبت she didn't use to drive a car يعني هي ما كانتش معتادة انها تسوق عربية but now she does ولكن الان تفعل ذلك نبص على جملة بتيجي ازاي they didn't use to spend the holiday in مطروح يعني هما ما كانوش معتادين يقضوا الاجازة في مرسى مطروح but now they do ولا or ولا spend ولا don't هنا عندي نفي يبقى بعد but now اخطار الاسبات they do طيب نيجي بقى للسؤال السؤال عن هل كنت معتاد على او مثلا لما اسأل بكلمة استفهام اين كنت معتاد ان تدرس مثلا كلمة استفهام did فاعل used to من غير حرف d برضو مش used ثم المصدر ولو عاوز السؤال بمعنى هل بنبدأ بد يعني هنبدأ من اول هنا مفيش كلمة استفهام خلاص did فاعل used to مصدر where did الجيزة خد بالك used وليس used did your brother used to play tennis five years ago يعني هل اخوك كان متعود يلعب تنس من خمس سنين طيب في بقى حاجة مرتبطة بused to رغم ان ملهاش علاقة بالماضي used to لو جي قبلها am او is او are حييجي بعد used to verb plus ing هتقول طالما هي ملهاش علاقة بالماضي بناخدها ليه علشان دايما بتيجي في الاسئلة بنفرق ما بين used to بس بعد الفاعل وام واس وار used to معناها ايه معناها معتاد ان يفعل شيء في الوقت الحاضر خد بالك من الترجمة هناك كان معناها اعتادة فواضح من اللفظ ان هو اعتاد في الماضي اما دي معتاد يعني هو معتاد طالما في ايه يبقى بعد used to مش المصدر بقى verb plus ing انا معتاد ان انا اذهب للصيد في وقت فراغي يعني هو معتاد على الاستيقاظ الساعة خمسة صباحا كل يوم كده احنا خلصنا الجزء المفروض ان هو الجزء التقليدي العادي الجزء اللي جيد لراغبي التفوق for those who want to excel excel فعل بمعنى يتفوق اللي جاي منها كلمة excellent او ممتاز اتوقع واتمنى انكو تكونوا كلكو من راغبي التفوق وهي كلها دقائق قليلة وحتعرف معلومات هتفيدك جدا وبرضو بتيجي في الاسئلة هناخد زمن المواضي البسيط بقى المبني المجهول the past simple passive يعني ايه مبني المجهول نشوف الجملتين دول احنا نعرف i washed my car yesterday انا غسلت سيارتي انا فاعل غسلت التصريف التاني my car المفعول لكن my car was washed by me yesterday الجملة التانية دي مبنية المجهول اسمها كده رغم ان الفاعلة هو موجود by me ولكن اسمها جملة مبنية المجهول لان انا بادئ بالمفعول ثم was washed بمعنى غسلت سيارتي غسلت بواسطتي بالامس طب ممكن نشيل by me اه طبعا هنا بقى ساعتها تبقى فاعلا ما ذكرتش الفاعل واقول my car was washed yesterday يعني سيارتي غسلت او تم غسلها بالامس نشوف جملتين تاني she cooked lunch and i wanna go يعني هي طبخة الغداء منذ ساعة طب الجملة المبنية المجهول lunch اللي هو المفعول was cooked يبقى طهية او تم طهي by her اللي ممكن نشيلها بواسطتها دي ممكن نشيلها I'm aware go الجملة الاولانية مبنية المعلوم خد بالك المبنية المعلوم التصريف التاني للفعل المبنية المجهول was aware زائد التصريف التالت للفعل ادي الترتيب هه بنبدأ بالمفعول بيه ايه هو المفعول ده شخص او شيء وقع عليه الفعل ثم was aware حسب المفعول ده مفرد ولا جمع ثم البي بي او التصريف التالت رغم النماض بسيط بس خلاص المبنية المجهول بقى مفوش التصريف التاني في الاخر بنقول by ثم الفاعل وممكن ما نقولهاش ممكن حسفها طيب امتى was وامتى where في النفي wasn't weren't انت خلاص بقى عرفت وقرران كزا مرة الضمائر اللي بتاخد ووز والضمائر اللي بتاخد وير تعال بص بقى على الجدول ده وارجو ان انت تحاول تعمل زيه انا مقسم الافعال الى النص العال الشمال المبني معلوم والنص العليمين مبني للمجهول وامترجم كل واحد فيهم انا كاتب found ومعناها وجده لكن was found وجده او تم ايجاده انا عايز اقول لك ان المبني مجهول بيترجم برضو بطريقة تانية كويسة تم ثم الاسم من الفعل يعني مثلا تم ايجاده تم شراءه وهكذا فعل تاني شرب شرب او تم شرب بوت اشترى تم شراء زرعة was grown زرعة او تم اتزراعته invented اخترعة was invented اخترعة او تم اختراعه بالشكل ده لما انت تترجم صح هتتعود انك تختار تعال نشوف ازاي yesterday a mistake space by me i apologize a mistake يعني غلطة او خطأ وعندنا فعل يرتكب او يصنع فانا عايز اقول امبارح خطأ يطرح هنختار نقولها بالعربي الاول ارتكب ولا خطأ ارتكب بواسطتي هتقول ارتكب او تم ارتكابه من الترجمة دي انت بتقول نفسك ده مبني المجهول هتدور على زائد التصريف التالت يبقى was made الجملة التانية the rooms space by my mother two hours ago وعندنا فعل ينظف طب هي الحجرات نظفت ولا نظفت او نقولها بطريقة تانية تم تنظفها اكيد طبعا نظفت او تم تنظفها فانا عايز verb to be والتصريف التالت طب انا عندي هنا was cleaned وعندي where cleaned rooms مفرد ولا جمع جمع تبقى الاجابة where cleaned جملة اخرى my wallet يعني محفظتي on the bus في الاتوبيس on my way home في طريقي الى المنزل وعندي فعل يسرق اللي هو فعل steel فانت هتترجم محفظتي سرقت ولا سرقت هتقول لي سرقت يبقى هتختار verb to be زاد التصريف التالت تبقى was stolen two nice songs اغنيتين لطيفتين space buy her at the party وعندي فعل تغني sing او يغني two nice songs اغنيتين لطيفتين غنوا ولا تم غنائهم اكيد طبعا تم غنائهم يبقى عايزين verb to be والتصريف التالت تبقى where sung احنا شفنا في اول الفيديو ده استخدامين للماضي البسيط الماضي البسيط بيعبر عن حدث بدأ وانتهى في الماضي وقلنا انه بيعبر عن احداث متتالية بيكون بينهم كلمات ربط زي and وكلمة so ثالثا يعني ده استخدام تالت الماضي البسيط وهو استخدام غريب جدا ليه تخيل او تمني او افتراض عكس الواقع فحتلاقي كلمات دا على المضارع البسيط هتلاقي كلمة ناو مثلا ورغم كده هنختار زمن الماضي البسيط تعال نشوف ازاي في قاعدة اسمها i wish و if only و i'd rather دول كده زي بعض بيساوا بعض بييجي وراهم فاعل ثم التصريف التاني او didn't زائد المصدر في حالة النفي لما اتمنى ان انا اعمل شيء بس هو عكس الواقع يعني لو انا فقير وبقول اتمنى لو انا غني او انا عايز حد ما يعملش حاجة بس هو بيعملها لما اقول لواحد اتمنى ان انت مدخنش بس هو بيدخن استخدم didn't والمصدر زي ما اتمنى ان واحد ما بيدخنش بس هو بيدخن استخدم فاعل didn't والمصدر رغم انك ممكن تلاقي كلمات مدارعة بسيط اقول تاني i wish if only بمعنى يا ليتا او ليتا i'd rather اختصار would rather بمعنى افضل نشوف مثال our car is small العربية بتاعتنا صغيرة i wish we space a bigger one عندي بقى قاعدة ايوش اللي وراها فاعل التصريف التاني للفاعل بقول اتمنى ان احنا نملك واحدة اكبر عايز بقى فاعل يملك بس في الماضي البسيط تبقى head جملة تانية if only if only i space his phone number عندي فاعل نقول لو هو يعرف فبقول ليتاني اعرف رقم تليفونه يبقى ده عكس الواقع انا معرفش رقم تليفونه القاعدة بتقول if only وراها فاعل يبقى عايزين التصريف التاني فين التصريف التاني new طيب verb to be دايما زي ما قلت قبل كده انه فعل مختلف عن باقي الافعال انا بعتبره مالك الافعال verb to be ده i wish لو عاوز اقول بقى اتمنى ان انا اكون كذا او اتمنى الا اكون كذا احط اسم او صفة او حرف جر انت فاكر بقى طبعا اللي احنا قلنا هيجي ايه بعد وزنت وين هو بعد verb to be كله اسم وصفة وحرف جر i wish او if only i wish اتمنى او if only لايثة او يا لايثة او i'd rather افضل وراهم فاعل ثم where or weren't بشرط ان في وراهم اسم او صفة او حرف جر تعال نشوف ازاي i'd rather he space so angry angry غاضب دي صفة i'd rather بمعنى يعني من الافضل انه ما يكونش غاضب كده الان isn't لا دي مدارع weren't اه طبعا دي اللي تنفع weren't اختصار well not ما تنفعش doesn't مدارع تبقى الاجابة weren't على طول if only i space a pilot طب a pilot طيار دا نون فانا حقول اتمنى لو اكون طيار i would tour the world انا كنت الف حول العالم where ولا am ولا can be ولا will be خلاص القعدة لما تذكرها if only ورا فاعل وراها فاعل في الماضي وverb to be يبقى where طيب i'd rather بقى لها قعدة اخرى مختلفة عن اللي فاتت في حالة ان مفيش فاعل بعدها يعني i'd rather وجب لك الاختيارات على طول خلاص بقى ما تختارش التصريف التاني تختار مصدر الفاعل خد بالك في فاعل ولا مفيش لو مفيش فاعل بنختار مصدر الفاعل i'd rather يعني افضل ان اعرف الاجابة حالا i'd rather complete my homework early يعني افضل ان انا اكمل واجبي مبكرا المصدر عشان مفيش فاعل بعد i'd rather وهنا مفيش فاعل بعد i'd rather اخر قاعدة بقى حناخدها it's time بمعنى انا الاوان او حان الوقت بقى بتسوي it's high time بتسوي it's about time كلهم وراهم فاعل ثم التصريف التاني للفاعل بيعبروا بقى عن حاجة لازم بقى تتعمل عشان اتأخرت قوي انا حاسس بقى ان انت دلوقتي بتقول اه حان الوقت بقى ان انت تنهي الفيديو ده ماشي حاضر حان ننهي الفيديو دلوقتي تعال نشوف امثلة it's time you went to bed now وما تتخدعش بقى it's high time he stopped wasting his time يعني انا الاوان انه يتوقف عن اضاعة وقته it's 11 pm it's about time i left now يعني الساعة 11 بالليل حان الوقت ان اغادر الان وانا حغادر الان واقول لكم سلام عليكم اتمنى يكون الشرح كان واضح وفهمته بكده يبقى خلصنا الجزء الاول من unit 1 ان شاء الله نتقابل في الجزء الثاني وزمن الماضي المستمر الى اللقاء